اشتركوا في القناة سوى المصطفى فالضوء شعب نوره ووهج ضياء الشمس من بعضه شفا شجاع شجاع لو أن الخافقين تآلبت عليه لما أبدى لهم لحظة ضعفا لذا كانتقى للحرب درعا لصدره وأعفى دروعا تستر الصدر والخلفا توفر من قلب لو أن جبالها تصدت له يوما لبددها نسفا فثم علي المرتضى شد في العداء كزعزاع ريح هز بنيانها عصفا كذلك كف صار في زند حيدر وسيف بكف المرتضى صار ملتفا ومسر في السيف الحديد وإنما بقلب على نبض الفتوة قد رفا كفيل حروب المسلمين جميعها وحامي حماها ولفت الأشجع الأوفى ففي يوم بدر قد طوى سيفه الوغى وفي أحد كان الوحيد الذي وفى وفي خندق الخوف الرهيب لوحده مشى نحو عمر بعد أن ملئوا خوفا فزف إليه ضربة حيدرية فزف إليه ضربة حيدرية ورد على أعقابها جيشه خوفا وفي خيبر لما استجارت بخوفها قيادات وارتدت على أعقابها رجفا تناولها من كف أحمد راية بكف على العزم السماوي قد لفا فطار بها فطار بها والزحف تلهث خلفه وعاد بها والنصر يصحبه رتفا رقى 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 فارتقى متن المكارم والعلا علي علي ويكف اسم العلي له وصفا علي ويكف اسم العلي له وصفا اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام على سيدتنا ومولاتنا الحوراء زينب عليها السلام سلام عليك سيدي ومولايا فرج الله يا صاحب الزمان اللهم عجل في فرج مولانا سيدي ومولايا صاحب العصر والزمان يا الله يا الله يا الله سلام من الله عليكم إخوة الإيمان في ليلة الجمعة المباركة الشريفة الليلة الطيبة الكريمة التي يمن الله بها علينا بالكثير من الأرزاق والعلى الرزق الأكبر أننا نوفق لزيارة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليها أفضل الصلاة والسلام وفي كنفه سيد الإباء سيدي ومولاي أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليك ولهذا اليوم سوف أتطرق إلى قضية تخص أبيهم صلوات الله وسلامه عليه أعني به ذلك العملاق الخالد ذلك الرجل الذي لم ينجب الزمان مثله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك هو علي بن أبي طالب عليه السلام لعلي عندما أدخل في الكثير من المواقع التي تتحدث عن الشبهات وتتحدث عن القضايا الخاصة بمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام واقعا ينتابني الألم ليس لكثرة الشبهات ولكن لكثرة المغالطات والحقد الذي تراه ما بين الأسطر وتقرأه ما بين الأسطر بشكل كبير جدا وكأنما وكأنما أن هذه الثلة الطاهرة الطيبة أعني بهم أهل البيت محمد وعلم حمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكأنما هؤلاء قد أحدثوا في الدين وأحدثوا في الدنيا وأحدثوا في الحياة ما لم يحدثه آخر في هذا العالم والمشكلة أننا نقف أمام الكثير الكثير من الشبهات لا أريد أن أناقش بعض الشبهات لتفاهتها ولكن الذي يحزنني فعلا عندما أرى مثلا بعض الخطباء الذين يتطرقون إلى حادثة معينة يثيرونها وكأنما الأمر مسلم يعني القارئ أو المستمع أو الذي يجلس حول المنبر أو تحت المنبر عندما يعطى شبه معينة أو تساؤل معينة فإن هذا التساؤل يبقى في ذهنه ما لم يأتي الخطيب الحسيني لكي يوضح الشبهات ولهذا دائما أنا أركز وأقول ومن يعترض علي من الخطباء أنا في خدمتهم طبعا وناقشت الكثير منهم من يعترض علي أقول أن المنبر الحسيني هو أمانة كبيرة في أعناقكم لا تجعل الناس يعيشون في الشبهات ويدخلون في شبهات لا حد لها من باب أطلاق كلمة معينة أو أطلاق شبهة معينة دون الخوض فيها أما أن تسكت أيها الخطيب ولا تتكلم أو أنك تدخل في صلب هذه الشبهة وتوضحها للناس أنا لأنه رأيت كم خطيب يتحدث بهذه اللهجة وقسم التصلت بهم وقسم كنت يعني على في مجالسهم وتحدث معهم قسم لم يقبل كلامي مع أنه مدعم بالدليل عموما القضية هنا أريد أن أتحدث عن أثر الشبهة عند الإنسان وعند المستمع الذي نحن نسميه ضعاف الشيعة أي متنا عليهم أفضل الصلاة والسلام قد عبروا في رواياتهم عن أسماء معينة هذه الأسماء لعلنا أنا وأنتم والكثير من الناس عندما نجهل القضايا العقائدية يطلق علينا هذا الاسم ضعاف الشيعة مساكين الشيعة أنا لا أريد أن أكون مسكين الشيعة ولا ضعيف الشيعة أنا أريد أن أحتفظ بعقائدي الرصينة الدالة وفق الدليل الموضوعي والدليل العلمي والدليل القرآني وأدخل إلى الكثير من القضايا عموما هذه مقدمة لعلها ليس لها ربط إلا بمقداري ما أنني طلعت على بعض الشبهات العقائدية والعله الشبهة التي تثار حول عدم إيصال الوحي بشكل صحيح من قبل جبرائيل عليه وعلى نبينا وإمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ويقولون هؤلاء من أن جبرائيل عندما أرسله الله سبحانه وتعالى إنما كانت الرسالة بالأصل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام يعني النبوة إلى علي عليه السلام ولكن أخطأ وذهب إلى محمد بن عبد الله وحصل ما حصل أنا قلت أن هذه الشبهة لا تستحق أن أتوقف عليها ولكن الذي أحزنني فعلا أن الكثير من من هم يحسبون على مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام خلقوا سؤالا وهذا السؤال يقولون فيه قد يكون ذلك قد يكون ذلك هذه مشكلة كبيرة هذا جزء أو هذا قسم القسم الأخطر في هذا الموضوع القسم الأخطر وأنا أقول القسم الأخطر لعلي عندما أتحدث الآن أتحدث الآن الكثير من الناس رح يأشرون على بعض الإشارات القسم الأخطر أولئك الذين يشعرون أن حبهم وموالاتهم لعلي صلوات الله وسلامه عليه الذي يخرج عن النطاق يقولون نعم نعم وهو الصحيح أن علي بن أبي طالب يستحق النبوة ومحمد أيضا يستحق النبوة وهذا ما لا نقبله إطلاقا بغض النظر من الذي يتكلم سواء خطيب حسيني أو شيخ عشيرة أو كائن وحتى مرجع هذا الأمر لا نقبله إطلاقا لا نقبله على الأقل أنا لا أقبله أنا حر بعقيدتي أنا لا أقبل أن يقول أحد من أن الوحي كان لعلي صلوات الله وسلامه عليه ولكنه ذهب إلى رسول الله وكلاهما نور واحد أنا لا أقبل هذه الطريقة أنا أقبل الطريقة التي عنونها علي بن أبي طالب عليه السلام في كلامه مع الأصبغ بالنباتة أو في رواية أخرى مع شخص من الأشخاص عندما سأله هل أنت أفضل أم آدم قال له أنا أفضل بالدليل والدليل والدليل هل أنت أفضل أم نوح أنا أفضل لأن ولداي كذا أنت أفضل أم إبراهيم أنا أفضل وهذا بحد ذاتي وبحث عقائدي بأفضلية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على الأنبياء والرسل ليس من الجهة المراتبية التي ينظر إليها المسلمون ولكن بجهات أخرى باعتبار أن الإمامة أنت أفضل أم موسى أنا أفضل أنت أفضل أم عيسى أنا أفضل وهنا بدأت هذه النبرة أنت أفضل أم محمد هذا سؤال إلى علي صلى الله وسلم رواية تقول انتفخت أوداجه وعلي بن أبي طالب لا تنتفق أوداجه إلا عند الغضب الغضب لله مو الغضب لشخص علي بن أبي طالب ما عدي غضب شخصي أنا عدي غضب شخصي الناس اللي سمعوني الغضب لله انتفخت أوداجه قال له ويلك أنا عبد من عبيدي محمد اللهم صلي على محمد عبد من عبيدي محمد عبد ليس بمجال العبودية هذه العلاقة ما بين الرب والعبد لا لا عبد من باب العبد المملوك الخادم اللي يشتغل يوم رسول الله صلى الله عليه وآله فلهذا عندما يقول الآخر الذي يحب علي وعلى قولتنا يموت في علي صلى الله عليه يقول نعم ما بيهشي النبوة إلى علي والرسول ما بيهشي اثنينات منور واحد لا النبوة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وما علي إلا وصي لرسول الله صلى الله عليه وسلامه عليه وما هو إلا إمام معصوم بالنص إلى آخره من هذه الأمور يمكن واحد يقول شبيك انت خابص روحك هو منه يقول هذا الكلام خليه تقول للناس مو مشكلة وعلى واء أتمنى شنت أنه هذول البهائم يقولون هذا الكلام ولكن المرعب فعلا على أن ما تولد الآن من فكر تكفيري أنما لم يأتي من فراغ إخواني أخواتي نحن عندما نأتي إلى الواقع نجد على الأقل على الأقل هناك من العلماء من مهد إلى هذه القضية يمكن أن تشوف لك واحد بالشارع ويدعي إدعاء معين فأنت ما تهتم ما تهتم تقول هذا واحد من العامة ولكن ماذا لو كانت أمة كاملة أنتجت فكرا تكفيريا يعتمد على أكاذيب وأكاذيب كان مصداقها وكان بطلها أو أبطالها علماء من هؤلاء علماء ممن يشار إليهم بالبنان يعني يؤشر عليهم وإنها هي الكارثة الكارثة المنصير بالشارع وشم واحد سلالة في القضية مو مشكلة ولكن عندما تخرج من بيت رجل دين أو من شيخ عشيرة أو رجل مرموق هنا العبارة ولهذا أنا أحمل هذه الورقة لكي أسجل بعض الملاحظات حول الشخص مثلا مثلا عالم من علماء أهل السنة وهذا العالم عندما أقول اسمه هناك من يسمعني إذا كان هناك من يسمعني من المخالفين سيقوم على قولتنا على حالة أجلالا وإكبارا إلى هذا العالم الذي لديه الكثير الكثير من الحظوة والشرف عند أهل العامة هذا هو الفخر الرازي الفخر الرازي واحد من العلماء الذين تبنوا هذه القضية من أن الوحي يعني جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام قد أخطأ في إيصال الرسالة لأن أصل الرسالة هي إلى علي بن أبي طالب ولكن جبرائيل أخطأ فذهب إلى محمد هذا ما تقوله الشيعة هنا الكارثة الكارثة هنا هذا ما تقوله الشيعة طبعا الشيعة أنا بلفظي وإلا هم يقولون هذا ما تقوله الرافضة يمكن واحد يقول لي أوقف أبو آيات أنت كل مرة تجيبيني شغلات ولا دليل ولا كذا ما تقول لي تمنيا هذا أني تجيبين ثانيا أنا أطالبك بدليل أبو آيات لازم تطيني دليل إذا ما تطيني دليل أنا ما أعتبر كلامك وإلا أي واحد يقدر يتهم وكذا وينتهم مسألة نعم أنا بخدمتكم إن شاء الله الدليل موجود ولهذا عندما يقول مثلا على سبيل الفرض الفخر الرازي يقول أن الآية لا يمسه إلا المطخرون إنما استبعدت الرافضة لماذا؟ لنجاستهم هذا في التفسير الكبير الجزء العاشر الجزء العاشر الصفحة أربعمائة وثلاثة وثلاثين التفسير الكبير للفخر الرازي الجزء العاشر أربعمائة وثلاثة وثلاثين دار إحياء التراث طبعة بيروت ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين يقول على أنه لا يمسه إلا المطهرون إنما يعني بهم لا يمسه الرافضة لأنهم نجس وعندما يسأل أو عندما يفسر القضية يقول لأنهم يدعون من أن الأمين جبرائيل قد أخطأ في إيصال الرسالة يعني رسالة النبوة فكان مفترضا هاي الشيعة تقول الرافضة كان مفترضا أن ينزل بها إلى علي ويعطيه وسام النبوة و ذهب وأخطأ وذهب إلى محمد بن عبد الله هذا ما تقوله الرافضة هذا يعني تلمون شوفه عالم معروف وعالم ما شاء الله وكل الناس تقوم لو تقول لما أن واحد يشوف هذا الكلام يعني يعني والله كارثة والله العظيم المشكلة المشكلة أننا عندما نناقش شيء قضايا والله واحد يشعر يعني يشعر بالأذيان يشعر بالأذية صراحة أنه يقول ليش يعني ليش أنه توصل يوصل الحقد على أهل البيت إلى هذه الدرجة عموما هسا هاي مو مشكلة يعني القرطبي المالكي في تفسيره الكبير أيضا يدعي ويقول أن ما نزل به جبرائيل ما نزل به جبرائيل هكذا تقول الرافضة ما نزل به جبرائيل إنما هو استحقاق لعلي بن أبي طالب وليس لرسول الله الرافضة تقول هذا استحقاق علي بن أبي طالب مو الرسول الله زين تجي النوبة المن تجي إلى شيخ الإسلام شيخ الإسلام هذا خب كارثة شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام هو وحدة وحدة ماكو وحدة هو كارثة ليش لأنه شيخ الإسلام هذا الرجل ماكو قضية تخص عليه بن أبي طالب إلا وحاول تهديمها طبعا تهديمها تهديمها مو بالدليل تهديمها لأنه أكو ورابة هائم موجودة وأنا أستعمل هذه الكلمة لأنه قلبه رح ينفجر لأنه أنفجر عليهم بس يعني أنفجر مو بطريقتهم لا أنفجر بالدليل أنفجر بالكلام اللي يليق بهم المشكلة أنه لأنه يعلم على أنه الكثير من البهائم تجلس تحته وهؤلاء يأخذون منه مثل محمد عبد الوهاب وغير محمد عبد الوهاب وما داعش الآن إلا نتاج فكر ابن تيمية هذا ابن تيمية يقول في الجزء الأول الصفحة السابعة من كتابه منهاج السنة قال في مقارنة له بين اليهود والشيعة دي يقارن بين اليهود والشيعة شي يقول واليهود هكذا يقول واليهود تبغض جبرائيل وتقول هو عدونا من الملائكة وكذلك الرافض يقولون أخطأ جبرائيل بالوحي على محمد وكان من المفترض أن تنزل الرسالة على علي هنا يعني أنا رح أنهي لأنه أستاذ حيدر قال لي الوقت وأنا فعلا أخذت الوقت ولكن يعني أنا بس هذا فدي التفات وحدة فعلا أنا أوقف بها هنا الخطيب البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق بالتحديد الصفحة 11 شوفوا شكت خطرة هاي الكلمة البغدادي الخطيب البغدادي من علمائي أهل العامة في الصفحة 11 في كتاب الفرق بين الفرق يقول عدم جواز الصلاة على الشيعي ولا خلفه عدم جواز الصلاة شوفوا شوفوا الأوصاف اللي هي راح تكون هاي الأوصاف هو أوصاف الكفار طبعا ولا فلا يجوز الصلاة على الشيعي ولا خلفه ولا تحل ذبيحته ولا نكاح لأمرأة سنية ولا يحل السنية أن يتزوج امرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم من أن الوحي قد أخطأ بإرسال الرسالة طبعا ككلمة أخيرة المشكلة أنه هنا يعني اللي يقول هذا الكلام طبعا نريد دليل واحد من كتبنا أنه قالين هذا الكلام طبعا ماكو نحن نقول نحن نقول دليل واحد بس أنه واحد من علماء الشيعة أو من الناس اللي يكتبون قائلين هذا على مدى نحن نأدبه نقول له أنت غير مؤدب لأن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يعتقد أنه عبدون من عبيدي محمد صلوات الله وسلامه عليه على مدى نأدبه إن كان مرجع وإن كان وإن كان عالم دين وإن كان مثقف ولهذا ليس هناك دليل من أن واحد بالمية من من هو ينتمي لكتشيع قد قال بهذا الكلام ثانيا هذا الأمر ألا يعتبر طعنا بجبرائيل هذا الرجل أو هذا الملك الذي اعتمنه على الله سبحانه وتعالى زيان هذا الأمر لمن يوحينا لمن يقول للنهي شين نقول نقول أنه أمين خائن كيف يأتمن الله سبحانه وتعالى خائنا على رسالته وهذا الأمر مشكلة راح تمس الذات الإلهية يعني الذات الإلهية اعتمن خائنا على الرسالة والدليل أنه بعدين استمروا يا جبرائيل نحن بحياتنا اليومية لما نشوف واحد يبوق منك من المحل أو من المعمل تعتمن بعد له لا ما تعتمن أصلا ما تعتمن فكيف اعتمن الله سبحانه وتعالى جبرائيل على نزول يعني بوقع ينزل بوقع ينزل على رسول الله وهو خائن كيف رسول الله ثانيا كيف أن رسول الله قبل بحق ليس له إذا رسول الله إذا هي رسالة نازلة على علي بن بي طالب رسول الله شنون سكت على حقه هو مو رسول الله شنون سكت على حقه اغتصبه لأنه رسول الله هنا مغتصب المشكلة كبيرة جدا إخواني أعزائي ولكن ماذا نفعل لهذه العقول التي فعلا تتأرم تتأرم جهل وأيضا هذه القلوب التي تتأرم حقد على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كان بيودي أن أتحدث الكثير ولكن أنا أشير لهذه المرة الألف أقول فيما إذا باشع أقبصها عندنا برنامج عقائدية الكثير من القضايا نطرق لها ولكن بشرح مفصل فقط أثير هذه القضية إن شاء الله أنا معكم وضمن برنامجكم يا حسين لبيك يا حسين يا حسين لبيك يا حسين اللهم صلي على محمد وعلي محمد أهل وسلم بكم برنامجكم يا حسين والليلة الكريمة الطيبة الطاهرة ليلة سيد مولاي أبي عبدالله الحسين عليه السلام وأخيها أبي الفضل العباس هذه الليلة الطاهرة يستجى فيها الدعاء الكثير من الناس أوصوني بالدعاء ولم أنساهم والكثير من الناس أيضا يريدون أن يكونوا قريبين عن سيد مولاي أبي عبدالله الحسين وأخيها بالفضل عباس إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يستقرب البعيد وأيضا أن لا يبعد القريب وما نريده فقط أن نكون صادقين في دعوانا سواء بحبنا إلى أهل البيت أو تمسكنا بمبادئهم وسلوكياتهم ومنطقهم وأيضا طريقهم أو ذلك الطريق الذين يجب أن نتمسك به وهو طريق وإمام زماننا الحجة بن الحسن صلى الله وسلامه عليه فلهذا أتمنى من الجميع سواء كان هناك اتصال في زيارة أو مناقشة أو سؤال أنا في خدمة الإخوة الأعزاء وإن شاء الله في أول اتصال الأخت أم حسن من البصر سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظه شاهده الله يحفظه شاهده لباك يا حسن لباك يا حسن لباك يا داعي الله السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن الذين بدلوا مهجهم دون الحسن السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى الحوراء السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الظاهرين يا سيدي يا مولا يا أبا عبد الله اللهم بحق الحسين الوديث يا الله وبحق هذه الليلة المباركة يا الله اللهم أقضي حاجة كل محتاج يا الله من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومقاربها بحق الحسين وبحق آل الحسين يا الله اللهم وفقنا ووفق سبائنا بما تحب وترضى يا الله بحق الحسين يا الله وبحق آل بيت محمد اللهم ادعنا رضاء من آل بيت محمد يا الله اللهم بحق الحسين يا الله أنصر في عكس الحسين يا الله يا الله اللهم بحق الحسين يا الله شافك لمن يا سيدي يا مولا يا أبا عبد الله لا وجمها عند الله اشتعلنا عند الله اللهم بحق الحسين الذي بعده رحمة العالمين يا الله اللهم عندي حاجة وأريد نظر منك سيدي مولا يا أبا عبد الله تقضيه وتقضي حاجة كل محتاج يا الله سألت عليكم الدعاء والله ينقذكم بما راضي يا الله بالتوفيق للجميع ويا رب تقضى الحوائج أدنى حسن ظن وكما قال إمامنا الصادق عليه أبوظ الصلاة والسلام من أتى الحسين عليه السلام عارفا بحقه كان كمن حج مع رسول الله مئة حجة وهذا الأمر فقط يحتاج إلى الكثير من الكلام ولعله عندما يسأل الإمام وأي معرفة تلك يقول الإمام عليه السلام الإمام الصادق يقول على أنه إمام مفترض الطاعة مات أو قتل شهيدا مظلومة هذا بكلام كثير لأنه يتعدى المعنى الظاهري للحديث الشريف كيفما كان الشكر الجزيل للأختهم حسن وأيضا من الأخت زهراء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حنت به نائه عليكم مني جميعا سلام الله أبدا لا بطيث وضخي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد لبيك يا حسين السلام على سكين وعلى علي بن الحسين وعلى أبلاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على قطيع سكين للفضل السلام على الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على محمد وعلى الحمد السلام عليكم لجعائكم لنا بزيارة سيدي ومولاي أبا عبد الله الحمد لله وتكر زيارته ودعونا لكم إن شاء الله وأتل فجع علي وضعي بسلي لجنيعه إن شاء الله وشكرا جزيلا لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين إن شاء الله بالتوفيق لكل زوار للمولى أبي عبد الله وأخي أبي الفضل العباس وأيضا إن شاء الله نتمنى من من كل من هو بعيد أنه يكون قريب من الحسين وأنا قلت دائما كما قال إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لصاحبه بعد أن رأى جفاء منه في زيارته للمولى أبي عبد الله سلام الله عليه قال له ما عليك إلا أن تصعد الساطح وتتوجه إلى قبر جدي الحسين وترفع يدك هكذا وتقول ثلاثا صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله فإنك ستكون من زوار جدي الحسين وإن كنت بعيدا عن دار المقام إن شاء الله كل من هو بعيد هو قريب من مولاي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ومن هو قريب عليه أن يكون مؤدب أمام الحسين عليه السلام وسيد الإباء أبي الفضل عباس نعم خديجة الأخذ خديجة من بغداد أعتغد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام اللهم صلي على محمد وعلي محمد لبيك يا حسين لبيك يا سيدي يا مولا يا أبا عبد الله السلام عليك يا سيدي يا مولا يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنار ولا جعله الله وآخر الأهد مني لزيارتكم السلام علي الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحكوم السلام علي حامل لواء الحسين بالفضل عفاة في قمر العشية وحامة الله وبركاته السلام علي سيدتي أولاقتي зينب الكبرى ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على محمد وعلي محمد اللهم صلي على ولي أمرك القائمة والعبد المنتظر وحفى وملكتك المقربين يا رب العالمين رب يحفظكم أخي الشريم على هذا البرنامج الله يحليكم إن شاء الله قدك الزيارة والدعاة إن شاء الله رحم الله واجه بسماء السادة سيد عقيل وسيد طارق للزيارة وواثق وصادق رحم الله واجهكم رب يوفقكم لخدمة محمد وعالم محمد وقضى الله حوالتكم للدنيا والآخرة لتفاعة محمد وعالم محمد اللهم أنصر الإسلام والمسلم يا رب العالمين الأمان الأمان يا صاحب الزمان بحق محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد واني يا خسين عندي طفلة بغير رسول السلم على سيد وعالم عبد الله رحم الله واجهكم ها عمو سلام عليكم نعم سلامنا إلى هذه الطفلة وإن شاء الله نعم من ويايا الأخ أبو فاطمة سلام عليكم أخوي أبو فاطمة اللهم بحق هذه الليلة المباركة وهي ليلة الجمعة رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله وإن شاء الله خلال فلال هذه القناة المباركة نعم صحيح 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 أكيد أكيد سلام عليكم وعليكم وعليكم السلام يا أبو فاطمة والولاية ليس إدعاءا وإنما عملا وسلوكا وإيمانا وهذا ما فعلا إحنا اللي شفناه في الكثير ممن يدعون الولاية لعلي صلوات الله وسلامه عليه نعم شكرا أبو فاطمة أخذ الأخ علي من بغداد السلام عليكم يا أخ علي أهلا وسلام عليكم أخوة أهلا وسلام بك حياة الله ممكن نشترك ببرنامج أكيد أكيد تفضل حبيبي مباشر لا لا تفضل مباشر أكيد مباشر السلام علي 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 السلام نعم اذن شكرا علي وشكرا لكل الاخوة والاخوات واحنا باقين ان شاء الله وياكم نعم اذن تحياتي الى الجميع وارجو انه اليوم الطرح اللي طرحته انه يتمعنون بالناس لانه الكثير من الاشياء المشكلة تمر مرور الكرام وانا اكرر واعيد على انه الكثير من الخطباء يتحملون المسئولية ليس هناك شبه تطرحها في المجلس وتمر عليها مرور الكرام الناس يحتاجون الى التوضيح واذا طرحت هذه الشبه فانها تكون كالسيف القاطع تحياتي الى الجميع وابدأ بزيارة سيدي ومولاي ابي عبد الله صلى الله عليه وسلام عليه نيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصوى الزمان وايضا عن شهداء القوات الامنية والحجد الشعبي وايضا عن كل خدام الامام الحسين الماضين والحاضرين بنية قضاء الحوائج وشفاء المرضى وايضا من لم تقرأ له فاتحة ومن غيب في هذه الحياة بغدر او باغتيال او بتفجير ندعو له بالرحمة وايضا نهدي الى روحه الطاهرة التي نعتقد على انها الروح هي متواجدة بغض النظر عن فناء البدن الى ارواحهم الطاهرة زيار سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن حلي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامقة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهماتي ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي والهادي المهدي وأشهد أن لئمة من ولديك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيمي عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمتان أسرجت وألجمت وتهيات لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرماك وأتيت إلى مشهديك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة عذراً سيديا مولاي أبا عبد الله عذراً إذا انقطع الكلام فالروح يقتلها الحنين وأنا المقيد بالهوى والحب قيد لا يلين هيهات أنسى كربلا يا أبا عبد الله هيهات أنسى كربلا وأنا بذكرها سجين سأظل أذكر كربلا سأظل أذكر كربلا وأظل أهتف يا حسين سأظل أذكر كربلا وأظل أهتف يا حسين لبيك داعي الله لبيك يا شهيد لبيك يا مطلوم لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا حسين لبيك يا حسين